السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ في الفيديوات اللي فاتت عرفنا ازاي نعمل كريات. آآ وفهمنا برضو يعني ايه الكنسيبت الوالس آآ آآ وعرفنا طبعا ازاي نعمل لها عندنا على الوالس بتاعنا. آآ هنبقى نتكلم في كم فيديو كده وعلى بعض ان شاء الله على حتة الاثنتيكيتنج. الاثنتيكيشن آآ للقلاين. طبعا اي آآ بيبقى عندنا لازم بقى فيه بينه وبين الوالس كنترول او او الاكسس بوينت عشان يقدر يخش على بتاعتنا. يقدر يخش على بتاعتنا. فهنتكلم ان شاء الله في الموضوع ده على الاثنتيكيتنج فالاجندة بتاعتنا ان شاء الله اللي احنا هنعرف اللي موجود عندنا. طبعا في نهاية الفيديو لازم تبقى عرف طرق المختلفة اللي احنا كوالس لان بتقدر تأكسبت اليوزر من خلالها. عشان يبقى في الاخر في الوالس لان اللي عندنا. فنقول بسم الله ونبدأ. طبعا علشان اليوزر يقدر يعمل جوين للوالس بتاعتنا. آآ لشان ده او ده يقدر يعمل جوين ليها ويقدر يبقى في دي. لازم في الاول طبعا يعمل بتاعته. لازم يقدر يشوف لازم يبدأ يشوف حاجة تقدر من خلالها يقدر يخش على دي. لازم يشوف من الاخر. جميل اول. ويبدأ يبعد علشان يقدر يعمل جوين دي. طبعا احنا اتكلمنا بكده حالات الاكسس بوينت. آآ من اولا ما تاخد باور لحد لما تقدر تستقبل يوزر. احنا هنا مش بنتكلم في النقطة دي. احنا بنتكلم دلوقتي كستيشن بقى دلوقتي. هو بيبدأ يبعد بعد ما بيعمل وبيشوف موجودة. فبيبدأ يعمل آآ عشان يقدر يبقى يعمل جوين للنتروك اللي موجودة دي. طبعا في النقطة ديت او في الحتة دي بقى بيبدأ يبقى فيه كزا عندنا. هل في موجود? فلازم يبقى فيه طريقة معينة عشان نتاكد ده او دوت هو منبر للنتروك دي. احنا يقدر يدخل. طيب الكلام ده ليه? يعني ليه بيعمل كده? طبعا عشان فيها عندنا مش مرغوب فيهم. يعني فيه اي حد ما عدي مسلا او بتاعت زهرة فمش اي حد يبدأ يخش على دي لازم يبقى فيه آآ موجود لازم يبقى فيه موجود للكلاين دوت او ده او للجهاز ده عموما عشان يبدأ يخش على النتروك داعتنا ويعمل على بتاعتنا. خلينا نتكلم عن ايه هي اللي هي الحاجة الاساسية. فاحنا لو اترضنا اللي فيه موجود او موجود. عايز يبقى يعمل جوين عليه. فبيجي في الاول بيقول له انت مين? يعني اوز يعرف انت مين. فبكل بساطة القلاين دوت بيقول له انا يوزر اسمي عمر. انا انا عمر عايز اخش على النتروك بتاعت. فبيقول له تمام خش على النتورك اوكي استمتع بكل حاجة جزي الفل. فدي الاساسية لاي او بتاعتي عموما بتسأل القلايند انت مين? فبيعرفها بتاعه بيعرفها انا مين? اا اين كان الطريقة اا في يوزر نيم وباسورد في باسورد في اين كان الاسلوب. بعد كده خلاص بيعمل تشيك على الكلام دوت بيقول له خلاص تمام زي فل انت معانا استمتع وعيش على النفوك براحتك. طبعا احنا عندنا فيك هزا نوع من الموجود. هما هنتكلم احنا عندنا على اربع انواع. هنقسمهم طبعا على فيديوهات مفاصلة. اول حاجة اللي هو مفيش اا اا اوثنتيكيشن. ننتركم مفتوحة. وهنتكلم على اوثنتيكيشن اا مع لما فيه باسورد. وهنتكلم برضو اوثنتيكيشن مع الايب اللي هو وهنتكلم على اا كويب اوثنتيكيشن. كويب اوثنتيكيشن. كل واحد من دول ان شاء الله هنخليها لفيديو الوحده. وفي الفيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اول حاجة على ال اوثنتيكيشن. حلو او. طبعا من اسمها هي ما بينها يعني اوثنتيكيشن. يبقى هي حاجة معمول لها اوثنتيكيشن. او انا عامل في شركة اوثنتيكيشن. او انا عامل في شركة اوبن مثلا اا اس اس اي دي اوبن نتوورك كده للمسلا الانترنت معينة بحيث اي حد يخش عليها مش شرط الموظفين. حاجة كده عامل لها بوليسي معينة بحيث اللي هي حاجة اوبن اه من غير اي باسورد من غير اي حاجة بتعمل. طبعا هي مش بتتطلب اي حاجة. غير دوت يبقى مع مسلا الموبايل او اللابتوب. وهيبقى فيه بيستخدم طبعا اتنين دوت 11 بيبقى فيه بيتبعد. وخلاص هو بيعمل من غير اي او من غير اي بيبقى محتاجه. اه طبعا لو بصينا على راس كنتور طبعا احنا دلوقتي هنقش هنشوف الموضوع دوت عملي وهنعمل كل حاجة. بس هو بيبقى زي ما انتو شايفين كده في التامة بتاعة الوالسلان وعى السيكوريتي فأنا بنختار اللي هو ما فيش هنتكلم طبعا عن الكلام ده بتفصيل دلوقتي وحنا بنعمله كعملي. فطبعا بكل بساطة انت بالكارية الوالسلان بتاعتك. احنا عرفنا طبعا في الفيديو الفاتز ازاي بين كارية الوالسلان بتاعتنا. وبتعمل لها مار طبعا للبيلان بتاعتك اللي عندك. وبعد كده طبعا من الجنرال بتكتب بتبدأ تكتب بقى الاس اي دي بتاعت ايه الاس اي بتاعتك. وبتزبط الدنيا كلها. وبتحدد طبعا الانترفيس. زي ما احنا قلنا انا من كارية انترفيس. وبيعمل له لنفس البيلان عشان يبقى خلاص الانترفيس دول. معمول تاج من ناحية روالس كنتورل مسلا لبيلان عشرة. فنفس الكلام يعني شغال فيلان عشرة. فكلهم على نفس الكلام فيلان عشرة. فمعروف فيلان عشرة ديت هي اللي معمول للمسلا للاتشار. فخلاص انا كارية الانترفيس والبيلان نفس الكلام وكتبت الاس اي دي. وبخش على السيكوريتي تاب وبحدد اللي هي بتاعي اللي انا مسلا بخليه اوبن اوسنتيكيشن. ليت الخطوات بكل بساطة. طبعا احنا بعد زي ما بنعمل الكلام ده كله اه بتبدأ تشوف عشان تعمل على اللي هي اوبن اوسنتيكيشن من بره خالص لما تيجي تختار بتاعتك فهتلاقي بتاعتك او عندك اللي هو ما فيش او ممكن بره خالص من غير اما تخش على بيزهر لك اصلا اللي هي بتاعتك اللي هي ما فيش اوسنتيكيشن. جميل اوي. طبعا خلينا نتكلم عن الكلام ده عملي. اه الموضوع مش هيكون نظري بس احنا كده فهمنا فكرة اوبن اوسنتيكيشن. جميل اوي. فاحنا لو فتحنا مسلا دلوقتي دوت الوائلس كنترول بتاعنا. اه ودخلنا طبعا على ادفانسل بعد كده الوائلس لان. بنبدأ ان كاريت زي ما احنا قلنا بنكاريت نيو اه اس ا ا ا دي نيو وائلس لان. فهنسميها مسلا انا قولها مسلا ديت اسمها اوبن. جميل اوي. والاس اس ا ا ا دي بتاعتنا برضو اوبن. طبعا الاد زي ما قلنا ده التسلسل بتاع الاس ا دي الموجود عنه. طبعا هنا في جنرال زي ما احنا قلنا اول حاجة بنعملها طبعا الانترفيس بتاعتنا. فاحنا نخليها على التسلسل دلوقتي بس زي ما احنا قلنا كل بيبقى ليها انترفيس. بنكاريت نيو انترفيس. بنخش على طبعا. بنقول انترفيس. وبنبدأ نكاريت نيو انترفيس. في احنا هنخليها دلوقتي على تست بافتراض اللي احنا بنعرف ازاي بنفهم الكنسيبت. فاحنا نخليها على التسلسل اللي هي الوالس لان مصلا عشرة. اه فهي ديت اللي هتبقى على الواقل اسلان اللي اسمها وبنطبعا اتفرج على الفيديو اللي فات ازاي بيعمل وتفرج على الفيديو اللي قبله الكنسيبت بتاع الواقل اسلان عشان تفهم الكلام ده كويس جميل اوي. فاحنا فدي اوبن بتاعتنا طبعا زي ما احنا قلنا هي فاحنا هنخليها دلوقتي بنختار الانترفيس الى انت بتختار الانترفيس اللي بيعمل او اللي بيعمل مع الويلس لان دي. كميل اوي بتعمل لها طبعا انا بقى كده بتخش على تابة سيكورتي اللي هو محور كلامنا عنه. فبتيجي طبعا على وبتيجي على سيكورتي وتقول لها انا مش عايز انا عايزها اوبن نتورك كميل اوي. وبيتقول لها طبعا وخلاص كده. هنا هو زي ما احنا قلنا في بتاعنا هي بتباني لها نان خلاص ما فيش ولو خرجنا برا هلاقي اللي بتاعتنا اللي اسمها اوبن ادي نان ما فيش سيكورتي اللي عليها ما فيش سيكورتي عليه. فاي كلاينت يظهر له النتورك اللي اسمها اوبن. فخلاص هيبدأ يخش عليها من غير اي طبعا انا اتمنى اللي كان يبقى عندي اه معي اكسس بوينت وكلاينت واتست الموضوع عملي معاكم. اه لكن يعني للاسف انا مش معايا دلوقتي الاكسس بوينت. فالفكرة كلها زي ما هو انت في الاخر بيبدأ يفتح ويبدأ يختار بيبدأ يختار بتاعته اللي هي موجودة اللي هي اسمها اوبن هتظهر له ويبدأ يخش عليها هيعمل من غير اي حاجة هيبقى يوصل عليها من غير اي او باسورد او اي بيبقى محتاجه. ودي كانت الفكرة من اه اتمنى يكون الفيديو بسيط وفهمنا فكرة اه وفكرة واللي احنا طبعا بنعمل اه في حالة اللي انا عايز عندي مسلا عندي او او جسد مسلا او نتور صغيرة انا مش عايز انا عايز اي حد يخش عادي جدا. اه فبعمل مثلا اه سيرفز مغينة بقدمها في خدمة انترنت مجاني اه عندي فوندق او مش محتاج اعمل او ايا كان جميل او. فدي الفكرة اتمنى يكون الفيديو مفيد وسرير للناس. اه وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن الاثنتكيشن. هنتكلم بقى اللي فيه دلوقتي لأ اى اي حد ببدأ يخش لازم اه يدخل باسورد لازم يدخل باسورد. فهنتكلم عن كلام herb ever to the copy ان شاء الله. فاتمنى يكون الفيديو مفيد للناس والناس استفادت اه وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته